كم دقيقة يتم تخمير الزيزفون؟ ربما رأيت شجرة الزيزفون في أي مكان في بلدنا هذه الشجرة الطويلة المورقة والكبيرة منتشرة في كل مكان تقريباً وشائعة جداً في العالم يمكن أن تعيش شجرة الزيزفون حتى ألف عام لها أوراق مميزة على شكل قلب وأزهارها الصفراء الفاتحة عطرة ومبهجة لقرون استفاد الناس من شجرة الزيزفون تم استخدام أوراقها وأزهارها وخشبها ولحائها بشكل خاص للأغراض الطبية وهو مفيد كمسكن ومهدئ للأعصاب يمكن الحصول على أصبغات والشاي والمشروبات الأخرى المحضرة بها من كلا النوعين من أشجار الزيزفون بالإضافة إلى استخدامه الطبي فإنه يلفت الانتباه أيضاً بمذاقه الجيد يمكن تناوله ساخناً أو بارداً وله بنية قوية وحلوة وعطرية الفوائد الصحية للزيزفون في الزيزفون كما أنه يحتوي على زيوت قوية مثل أسترال وسترونيلال وسترونيلول والأوجينول والليمونين يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الزيوت ومضادات الأكسدة إلى تأثير مضاد للقلق الآثار الألمهدأة المضادات الأكسدة تربينويد الموجودة في اللافندر معروفة ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذه الزهرة والمكون زهرة الزيزفون فعالة أيضاً في البرد والسعال يمكن أن يساعد في السيطرة على الحيمة ومساعدة جهاز المناعة على محاربة العدوى وبالتالي يستخدم على نطاق واسع لكن لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية على هذه الاستخدامات كيف يتم تحضير شاي الزيزفون؟ من الممكن العثور على شاي الزيزفون في المعالجين بالأعشاب والأسواق يمكن أن تكون على شكل أكياس شاي أو يمكنك شراؤها مجففة مباشرة في عبوات عادة ما يتم استخدام الجزء المزهر في تحضيره ولكن يمكن أيضاً استخدام الأوراق واللحاء ستكون ملعقتان إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الزهور في كوب من الماء الساخن لمدة 15 دقيقة كافية للبث يمكنك شرب بضعة أكواب في اليوم يمكنك أيضاً تحضيره في إبريق الشاي ولكن عندما يصبح جاهزاً تناوله على الفور ثم صب الباقي الآثار الجانبية المحتملة تعتبر أوراق الزيزفون آمنة بشكل عام ولا يبدو أنها تتفاعل مع المكملات الغذائية والأطعمة الأخرى ومع ذلك يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنبه لعدم وجود أدلة كافية على سلامته يمكن أن يسبب أيضاً مشاكل للأشخاص الذين يتناولون الليثيوم والأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية في التجارب على الحيوانات يبدو أنه يخفض ضغط الدم ويزيد من إيقاع القلب قد يسبب الزيزفون بعض النعاس لذلك لا تقود السيارة أو تستخدم الآلات الثقيلة بعد تناولها لا تأخذ مع المهدئات وأدوية ضغط الدم لتجنب التفاعلات الخطيرة